مرحبا بكم في قناة تاريخ بلاد أشور موضوعنا اليوم عن الأشوريين في إيران في الأول أعتذر عن الانقطاع عن النشر مؤخرا بسبب ظروف خارج عن الإرادة وشكلا جزيلا على كل أشكال الدعم من قبل متابعي القناة العزاء من مشاهدات وأعجاب وتعليق وأيضا الدعم المادي عبر قناة اليوتيوب أو حساب البيبال ستحدث اليوم عن تاريخ الأشوريين في إيران وهو موضوع بالإضافة إلا أنه وصلتني طلبات عدة للنشر عنه فقد كنت أعمل عليه قبل أن أتوقف عن النشر قبل شهرين تمركز الأشوريين في إيران في المنطقة السهلية غرب بحيرة أورمي التي تحدها جبال هكاري غربا وتعاد هذه المنطقة جزءا من منطقة أذربيجان الإيرانية ذات الأغلبية التركية الأذرية وحتى عام 1900 ميلادية قدرت نسبة الأشوريين بال40% من سكان منطقة سهل أورمي ومن الصعب تحديد الفترة التي بدأ فيها الأشوريين بالاستقرار في هذه المنطقة ففي النصوص المصمارية نجد أن الحملات العسكرية الأشورية نحو جبال زاغروس والهضبة الإيرانية كانت تبدأ في هذه المنطقة والتي شهدت أيضا معارك شارسة بين الأشوريين وبين مملكة أورارتو فقد نجح الملك الأشوري تغلط بلاصرة الثالث في إخضاع هذه المملكة مؤقتا لكن في عهد خليفته شرمنصر الخامس الذي كان ضعيفا اعتلى الملك روساس عرش مملكة أورارتو التي كان مركزها حول بحيرة وان في شرق تركيا حاليا وشكل من هذه المملكة قوة كبيرة هددت الأشوريين ففي عام 715 قبل الميلاد شنت هذه المملكة حملة عسكرية كبيرة على الأشوريين ونجحت في السيطرة على 22 مدينة أشورية حدودية مع أورارتو لذلك مع قدوم الملك سرقون الثاني إلى الحكم خطط الهجوم مفاجئ للقضاء على أورارتو وتهديداتها المستمرة ففي عام 714 قاد جيشه بحذر خلف خطوط العدو لتجنب القتار في الجبال التي لم يمتلك الجيش الأشوري الخبرة فيها وتوجه إلى منطقة أورمي السهلية وفيها تجمع قوات أورارتو لمواجهة الجيش الأشوري حيث نجح سرقون الثاني في هزيمة قوات أورارتو ولاحقهم منطلقة من أورميا نحو عاصمتهم تورشبا قرب بحيرة وان التي غزاها ومن المرجح بين الأشوريين أسسوا مدن أو قواعد عسكرية في هذه المنطقة المهمة كما أن الميديين الذين نجحوا في القضاء على الامبراطورية الأشورية عام 612 قبل الميلاد بعد تشكيل تحالفات واسعة مع الكثير من الشعوب قاموا بسبق الكثير من الأشوريين إلى وطنهم الذي يعرف حاليا بأذربيجان الإيرانية كما أن قرب هذه المنطقة من بلاد أشور وجبال أشور في هكاري سهل التمدد الديمغرافي الأشوري نحو هذه المنطقة وأصبحت هذه المنطقة جزءا من مرزبانة آثورة في زمن الامبراطوريات الفارسية وكانت أيضا جزءا من ولاية السيريا الرومانية عندما احتل الامبراطور الروماني تراجان بلاد أشور وإجزاء من بلاد فارس عام 117 ميلادية نجد أهمية مدينة أورمي في تاريخ الأشوري المسيحي في فترة الغزو المغولي حيث بعد سقوط بغداد على يد هولاكو نقل البطريار كهوبالا الثالث ذو الأصل المغولي مركز كنيسة المشرق إلى مدينة مراغة عاصمة الامبراطورية الألخانية في بلاد فارس لكن بسبب الاضطرابات الأمنية والاضطهادات ضد المسيحيين انتقل مركز الكنيسة بين المدن الأشورية أربيل والقوش وكرمليس وأورمي تبعا للوضع الأمني تضاءل تعداد الأشوريين والأرمن في منطقة أذربيجان بعد غزو أتراك الأغوز للمنطقة تحت حكم السلالة السلجوقية في القرن 11 والذي أدى أيضا إلى تناقص أعداد متحدثي الفارسية في هذه المنطقة وفي نهاية القرن 14 تعرض الأشوريين والأرمن إلى إبادة جماعية على أثر غزو تيمور لانك لبلاد فارس وبعد الزوال الدولة التيمورية التركية أسس أتراك أذربيجان دولة الخراف البيضاء التي ضعفت وظهرت مكانها الدولة الصفوية التي كان مركزها في مدينة تبريز في أذربيجان وفي عام 1722 انهارت الدولة الصفوية وظهرت مكانها الدولة القاشارية والتي حكمت فارس حتى عام 1925 في الفترات الصفوية والقاشارية تمركز الأشوريين في إيران في مقاطعة أذربيجان الإيرانية في محافظات أرمي وخوي وديلمان وسلامس وديلكاور ومير كاور واستقر بعض الأشوريين أيضا في مدن تهران وتبريز وتواجد الأشوريين أيضا في القسم الشمالي من أذربيجان وهو القسم الذي سيطر عليه الروس بعد توقيع معاهدة تركمانشاي مع الدولة القاشارية عام 1828 وتشكل في هذا القسم دولة أذربيجان الحديثة حتى عام 1918 وهو العام الذي تم فيه اقتلاع الأشوريين من هذه المنطقة خلال أحداث الإبادة الجماعية الأشورية عاش الأشوريين في قرى مكتظة حول أدفاف أنهار نازلو وشاهار وباراندوز التي تصب في بحيرة أرمي وكان عدد قرى هذه المنطقة 300 قرية 60 منها كانت قرى أشورية بالكامل و60 قرية كانت مختلطة مع الأرمن أو التراكل الذريين وكانت أعداد الأشوريين في مدينة أرمي هو 600 نسمة أي 100 عائلة عاشوا في مربع خاص للمسيحيين في المدينة لقد عمل أغلب الأشوريين في إيران في مجال الزراعة وعمل بعض منهم في مجال التجارة والمهن الحرفية المختلفة وأحيانا كانت قرى بكاملها مختصة بحرفها ما مثلما كان السكان قرية جرباش مختصين بصناعة حجر البناء وقرى أخرى مارست الحدادة فقط أو صناعة الفخار أو البناء وكان للتجار الأشوريين في أرمي عدد محلات في أسواق كرفان ساري أو الأسواق الشعبية الشرقية وكانوا يبيعون الأقمشة والأبواب والمرايا والأثاث المستورة من الولايات المتحدة كذلك الساعات والدراجات والألبسة كما كان الأطباء الأشوريون يملكون عيادات وكانوا يبيعون المستلزمات الطبية وكانت الكثير من الأعلانات باللغة الإنجليزية كما افتتح أحد الأشوريين في مدينة أرمي فندقا في المدينة وآخر افتتح مصنعا للثلج وفي عام 1907 قام المصور الأشوري يوسف خان بعرض الأفلام الصامتة أو الصور المتحركة في بيته الخاص كما تم انتخاب ممثلين أشوريين في المجلس البرلماني الفارسي في أعوام 1910, 1911, 1915 واشتهر الأشوريين في منطقة أرمي بزراعة العنب الذي كان يصنعون منه النبيذ وأيضا الزبيب والذي كان يصدر إلى المدن الإيرانية أو إلى روسيا وتركيا كما تاجر الأشوريين بجلود والسجاد والملح والأسماك والماشية والقطن واللوز وغيره لكن كانت حياة الفلاحين الأشوريين قاسية للغاية بسبب امتلاك الأقطاعيين الأذريين لأغلب الأراضي حيث كان الفلاحون يستأجرون الأراضي من هؤلاء الأقطاعيين مقابل حصة من المحصول كذلك كانوا يعملون يومين بشكل مجاني عند أراضي الأقطاعيين كما كان على الأشوريين دفع ضرائب للدولة مقابل أملاكهم من ماشية وعقارات بالإضافة إلى ضرائب شخصية وضرائب عوضا عن الخدمة العسكرية وبسبب قسوة التعصف الأقطاعيين والحكام المحليين هاجر الكثيرون إلى روسيا كما وصلت أول عائلة أشورية إلى الولايات المتحدة عام 1950 أكثر ما ميز المجتمع الأشوري في أورمي هو تمدنه الكبير وانفتاحه على الغرب وذلك بفضل نشاط الإرساليات العديدة في هذه المنطقة وعلى الرغم من أن هذه الإرساليات جلبت معها فرص تعليمية ومستوى ملحوظ من التنوير العلمي لكن كان لذلك اعتباعات عديدة فالتفوق العلمي والثقافي للأشوريين جعلهم عرضا للحسد والبغض من قبل جوارهم المسلم كما أن كنيسة المشرق انقسمت إلى كناس البروتستانت والأثدوكس الروس والكاثوليك ولجال الشابة بتعدت عن التقاليد القومية وكانت تتعلم خبرات في مدارس الإرساليات لم يكن لها أي فائدة في تلك المنطقة مع بداية الحرب العالمية الأولى كانت نسبة التعليم بين الأشوريين في أورمي تقدر بـ 80% وهذه نسبة مذهلة حتى بمعايير مجتمعات متحضرة في الغرب مع الأخذ بالاعتبار بأنها منطقة ريفية بعيدة في الشرق الأدنى ففي ذلك الوقت كان هناك طباء أشوريون في أورمي أكثر من كل إيران كما كانت الخبرات الأشورية المتخرجة من مدارس الإرساليات تملأ المدارس والصحف والمستشفيات في تلك المنطقة فأولى المدارس الإرسالية افتتحت في عام 1836 تحت أشراف الأمريكي جوستن بيركنس والذي يمكننا أن نلقبه بأب الأدب الأشورية المعاصرة بسبب جهده لإحياء وتدوين اللغة الأشورية المعاصرة وقبل ذلك كان للأشوريين بطعة مدارس خاصة بهم تعلم اللاهوت المسيحي السرياني وترجم العهد القديم عام 1846 والعهد الجديد عام 1852 من السريانية إلى الأشورية المعاصرة وكان هذا الإنجيل المنهج الرئيسي في تعليم اللغة والدين وفي عام 1855 ألف ديفيد ستيورد أول كتاب لقواعد اللغة الأشورية ومن أوائل الأشوريين الذين عملوا مع المرسلين في مشروع تدوين السورث أي الأشورية المعاصرة كان ماريو خنان والقص أراهم الذين علموا الأب جوستين باركنس الأشورية ومنذ سنة 1837 عمل مع باركنس في ترجمة العهد الجديد القص دنخم من اتياري والشماس إيشو من جاور وقد ازداد عدد الأشوريين المساعدين للمرسلين في نهاية القرن التاسع عشر وكان الشماس بابا من قرية كوسي قد ألف قاموسا ضخما وسهم في جريدة زهريرة بهرة ومن المساعدين للمرسلين شموئي البادل من قرية كوكتابا الذي عمل محررا في جريدة زهريرة بهرة كانت أولى المدارس في قرية كوكتابا الأشورية حيث تم جلب متعلم أشوري من منطقة ياري في هكاري لتعليم أطفال القرية وبلغ عدد المدارس في نهاية القرن التاسع عشر أكثر من ثلاثمائة مدرسة وفي عام 1843 افتتح الأمريكيون كلية في قرية سير وفي عام 1880 تم افتتاح مستشفى في مدينة أورمي كما كان هناك كلية في المدينة كان يدرس فيها أثرياء المسيحيين واليهود والمسلمين وبفضل هذه المدارس أصبحت اللغة الأشورية المعاصرة لغة عصرية ترجمت إليها الكثير من المؤلفات الأجنبية وأيضا ألفاء الأشوريين الكثير من المؤلفات بلغتهم فبين عام 1837 حتى عام 1873 طبع باللغة الأشورية الحديثة في إيران ما يقارب 110 ألاف كتاب ديني وأدبي ساعدت هذه البعثات على تأسيس صحف ساهمت في نشر الوعي القومي بين الأشوريين منها صحيفة زهريرة بهرة أي أشعة النور وذلك عام 1849 وكانت تحت إدارة البعثة الأمريكية البروتستانتية تلاها صحيفة قارة شرارة أي صوت الحق عام 1896 التي أدارتها البعثة الكاثوليكية وفي عام 1904 أسست البعثة الأرثوذوكسية الروسية صحيفة أرمي أرثوذوكسيتا وفي عام 1906 تأسس صحيفة قومية مستقلة اسمها كخوة أي الكوكب أدارها القص بابا نوية وزير أباد الذي عاش في الولايات المتحدة لتسعة أعوام نال فيها شهادتين في التعليم واللاهوت وفي عام 1913 أسس الديب الأشوري بن يمين أرسانس في مدينة أرمي جريدة خوشاوة دنخة أي فكرة الشرق وكانت جريدة مؤثرة جدا في وسط المثقفين والأدباء عملت هذه الصحف على نشر الثقافة الدينية والقومية بين الأشوريين وأيضا اهتمت بالاكتشافات الأثرية التي كانت تحدث في العواصم الأشورية القديمة ونادت هذه الصحف بيقظة ملة سوريتا أي الأمة الأشورية وهي التسمية التي يستخدمها الأشوريين للإشارة إلى قوميتهم والتي هي تبسيط من ملة أثوريتا الفارسية الأصل وللتنويه فأن تسمية سوراية أي الأشوري تختلف عن تسمية سورياية التي تعاني السوري وأيضا المسيحي وهذه التسمية يستخدماها رجال دين فقط في عام 1911 أسس السياسي الأشوري فريدون أطوراية وهو من أشوري روسيا المنحدر من أرمي صحيفة ناقوشة في مدينة تبليسي في جورجيا وفي مقالة نشرها تحت اسم من هم السوراية وكيف سننهض كأمة ذكر بأن السوراية هم أبناء أشور ونحن أبناء الأشوريين ذو الماضي المجيد واختار هذا الكاتب لقب أطوراية كأسم عائلة وهي التسمية الفارسية القديمة للأشوريين كما ذكرنا كما أصبحت أسماء أشور وآشوريان أسماء عائلة مفضلة للكثير من أشوريي إيران بين عوام 1906 إلى 1914 نشطت الأعمال المسرحية في أرمي حيث قدمت مسرحية ماك بيث لشيكسبير في قرية كولباشان وأيضا قدمت عدد مسرحيات لموليير ترجمها القص موشي بابيلا في قرية كولبات خان حيث أسس الكاثوليك فيها مدرسة كبيرة كما قدمت مسرحية تاجر البندقية لشيكسبير في مدينة أرمي في شمال أرمي في سهود سلامس كان هناك مدينة خسروفا كان فيها مقر البعثة الكاثوليكية وكانت مدينة مختلطة بين الأشوريين والأرمن كانت عدادهم الثلاثون ألفا وكانت هذه المدينة تلقب بروما الصغيرة في فارس لكثرة المدارس فيها وثقافة سكانها الكبيرة لكن في عام 1918 كانت الأرسالية الكاثوليكية قد اختفت بالكامل مع السكان الأشوريين على عكس البعثات الأمريكية التي كانت تعلم اللغة الأشورية المعاصرة السورث كانت البعثات الكاثوليكية تعلم اللغة الكلاسيكية السريانية وبالنتيجة ظهرت مجموعة من المتعلمين مثل بول بيتجان وأبا سولومون التخوما ويوسف قليثة ومير عزيز خسرافا وهويل زيد ماذانا وتوم أودو وغيرهم من الذين ساهموا بشكل كبير في حقل الدراسات السريانية لكن أغلب هؤلاء قتلوا خلال أحداث الإبادة الجماعية الأشورية وضعت جميع مؤلفاتهم وأعمالهم القيمة أما مدارس البعثة الأمريكية فقد خرجت مئات الأدباء والأطباء والمعلمين والقساوس والممارضات وغيرها من الإختصاصات وكانت عداد النساء تقريبا مساوي لتعداد الرجال في هذه المدارس وجلبت البعثة الأمريكية أول طابعة إلى أرمي عام 1840 في وقت لم يكن هناك أي طابعات في كل إيران بين عوام 1915 إلى 1918 وفرت مقرات البعثات الأجنبية ملجأة لعشرات الألاف من الأشوريين القادمين من منطقة هكاري الذين أجبروا على مغادرة بيوتهم هربا من التهادات الأمبراطورية العثمانية وبقيادة بطريال كنيسة المشرق مار بن يامين شامعون توجهوا إلى منطقة أرمي التي كانت حينها تحت السيطرة الروسية وفي عام 1918 اضطر أشوري منطقة هكاري إلى النزوح مجددا من منطقة أرمي إلى العراق مع قسم من أشوري وارمن منطقة أرمي وتعرض أشوري أرمي إلى مجازر مروعة عندما غزت قوات الجيش العثماني منطقة أرمي في أعوام 1914 و1918 راح ضحاياها عشرات الألاف وأجبرت الألاف إلى اللجوء إلى روسيا أجبر الظروف الحرب والإبادة الجماعية الأشورية عدد كبير من الأشوريين للهجرة إلى المدن الإيرانية الكبرى خاصة طهران وهمدان وكرمن شاه وعملوا في مختلف الوظائف الحكومية وفي شركات النفط الوطنية وتشكلت مجتمعات أشورية في الأهواز وعبدان حيث أسسوا هناك الكنائس والمدارس والأندية وكانت هذه الأندية مدعومة من قبل وزارة الثقافة الإيرانية وينقسم الأشوريين في إيران إلى مجموعتين الأولى أتباع كنيسة المشرق النصورية التي تملك إسقفية واحدة فقط في مدينة طهران والثاني أتباع الكنيسة الكاثوليكية الكلدانية التي تملك ثلاث إسقفيات في طهران وأورمي والأهواز والإضافة إلى وجود أقلية بروتستانتية ازدهرت أوضاع الأشوريين في فترة حكم الشاه بهلوي الذي ضمن لهم الحوريات السياسية والاقتصادية والثقافية بشكل لم يعيشه الأشوريين في أي بلد آخر في الشرق الأدنى في مدينة طهران كانت عداد الأشوريين فيها حتى سبعينات خمسون ألفاً وكان فيها ثلاثة كناس وأربعة مدارس وعدت منظمات ثقافية خاصة نادي مجتمع الشباب الأشوري الثقافي الذي أسس في عام 1950 والذي كان يملك صحافة وكتب خاصة بالنادي وأيضاً نادي رياضي كذلك أسس الأشوريين المؤسسات الخيرية والفلكلورية وفي عام 1954 أسست فرقة مسرحية اسمها شاهدوست التي كانت تملك جوقة خاصة أسسها بطرستومة بغزادة الذي ألفها 45 قطعة مسرحية كما أسست ليلي تاي مرازي عام 1957 فرقة شاميرام الفلكلورية الموسيقية الراقصة وكان هناك مجلس ثقافي آشوري اسمه متوى نشر في ستينات صحيفة كرها يرخايا ويعتبر هذا المجلس بالإضافة إلى نادي الشباب الآشوري الثقافي من أهم الأندية الآشورية الثقافية التي نشرت الكتب الآشورية وأسست في عام 1974 المكتب الوطنية الآشورية في طهران في عام 1969 تم تأسيس الاتحاد الآشوري الإيراني الذي نشر صحيفة آتم وفي عام 1970 قدمت الحكومة الإيرانية قطعة أرض لاتحاد الشباب الآشوري لممارسة النشاطات الثقافية فيها حيث بني صارون الشباب الآشوري واتحاد الطلبة فيها وتم تأسيس رابطات ثقافية آشورية مشابهة في مدن إيرانية أخرى حيث عاش الآشوريين في أرمي والقرى المجاورة لها كان هناك الكثير من الكنائس والمدارس الصيفية التي تعلم اللغة الآشورية والدين المسيحي وكان للآشوريين ممثل في المجلس البرلماني الإيراني وكان أولهم المعلم وليام إبراهيمي الذي امتخب عام 1959 وكان للآشوريين ضباط رفيعين مستوى في الجيش الإيراني منهم العميد فيليب بيت قسانة كما كان للآشوريين برامج منتظمة باللغة الآشورية في إذاعة طهران وأرمي بعد قيام الثولة الإسلامية الإيرانية عام 1979 زاد أن هزال الأقليات الدينية في إيران عن الحياة السياسية ومنهم الآشوريين حيث تم تقييد حرياتهم الدينية والثقافية بشكل كبير كما أن الحرب الإيرانية العراقية في الثمانينيات جلبت تبعات اقتصادية واجتماعية كالثية فقد قتل الكثير من الآشوريين الذين كانوا يخدمون في الجيش الإيراني وتبع ذلك موجات هجرة كبيرة إلى دول غرب خاصة الولايات المتحدة الأمريكية واليوم يوجد عدد قليل من الآشوريين في مناطقهم الأصلية ففي فترة الثمانينيات كانت عدد الآشوريين في إيران يقضى بـ 230 ألفا بقي منهم اليوم أقلية صغيرة شكرا لكم على المشاهدة ولا تنسوا الاشتراك في قناة تاريخ بلاد أشور لمتابعة كل جديد